بأكثر من 22 مليار ريال عماني تجاوزت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في برصة مسقط بإنهاية الأسبوع الماضي مستفيدة من صعود الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والاتصالات وبعض القطاعات الأخرى مسجلة مكاسب أسبوعية ب 96 مليون و 200 ألف ريال عماني ما بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها الأسبوع الماضي 19 شركة مقابل 22 شركة راجعت أسعارها و 22 شركة أخرى حافظت على مستوياتها السابقة ما دفعت الارتفاعات المسجلة المؤشرة الرئيس لبرصة مسقط للصعود 52 نقطة لينهي جلسة الخميس الماضي على 4063 نقطة